الجميلة دي دي عربية نص نقل قدام فرن بفيه هدوء زي ما انت شايفين خالص الراجل حيات لا يزبط العربية هادي جدا معرفش لو يقولون المكان انا معرفش المكان الحقيق فين بابة ابتدى يعري العربية يعني يشير الغطب بتاعها ابتدى يخرج الدقيق المتهرب زي ما انت شايفين هيخرج كده زي ما انتم تشوفوا شوال شوال كده مش هيخرج كميات وراء بعضها شوال ترامه وبعدين بيتأكدهم العربية مقفولة تمام هتشوفوا بعد شوال شوال تاني التسجيل ده مدته 8 دقايق بس طبعا احنا هنختصروا تخليه دقيقتين ولا حاجة وم بيحطوا شوال تدقيق وهم على فكرة صايمين صايمين هم اعتبروا ان الصيام حاجة ودي مشكلة كبيرة جدا في بلدنا قادي شوال تاني خارج بالراحة كرة يترامي يلا وورا على طول شوال تاني يترامي يلا وبسرعة عشان عشان الحاق ويفطروا يدعوا قبل ما يفطروا وما يصايمين تعرفين دعوة الصائم قبل فطر ما كبولة حاجة لطيفة جدا 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 يعني شيء غريب مش غريب مش غريب بس انك تتلاقي ده ناس بتعملوا ناس صايمة ناس صايمة بتعمل الكلام ده يبقى يبقى يعني بقى انه منطق بقى انه منطق الناس في رمضان تعملوا طبعا ده بقى اي منطق تعملوا في اي وقت انما في رمضان ودنيا الصيام وبيقوا يعني ويعودوا يفطروا ويقول الله ما لا لا سأل سمنا وافطرنا والكلام اللي بنقوله دوت شغالين وحيملوا العربية حيملوها على اخرها وبعدين في الاخر يغطوها بص ما للعربية دي يا سلام على الشطارة يا سلام جور بسرعة بسرعة ادي ايه ده بيدعى رخيص جدا للمواطنين ياخدوهما بقى يبيعول شركات الحلويات بقى يبيع الاكسرانية الكنافة بتلاتين جنيه واربعين جنيه بنفس الديق ده وياخدوه يعملوا بيه العيش يحطوا عليه شوات حاجات ويخلطوا على شوات حاجات ويعملوا العيشة بوجنيه واتنين جنيه وحاجات زي كده باي ضمير انا مش بعاتب برئيس حي ولا بعاتب محافظين ولا بعاتب حد بعاتب ضمير الناس باي ضمير ده يتعمل في رمضان حالة فساد اي موجودة انا صحيح ما عارفش مكانها تحديدا لكن ده مكان في كل حتة في مصر يعني دي حالة موجودة في كل حتة في مصر كل معظم الفران للأسف الشديد بتهرب الدقيق ويه ما تعملش الكمال المطلوبة منها من رغيفة بخمس سياق في رغيف ما يقضيش فالناس تروح تشتريعيش ادي رقم العربية بقى ادي بقى وصيقها مهمة جدا مين به تلاتة اربعة اتنين ستة من انباب رقم العربية والمين به في حاجة تانية اكتر من كده هل بقى لا استني بس هل بقى في حد هيرود علينا احنا هعطينا رقم العربية والجريمة ثابتة والناس خصهم معروفة يعني لو جبناهم بالفيديو بالكاميرا هيتلعوا هل في حد يهتم بالأمر هل في محافظ هيتحرك هيتلعوا بكرة الصبح رقم العربية دا لان احنا نتكلم على انبابة يعني محافظ الجيزة هل في محافظ هيتحرك ويجيب النمر دا مالش عايزينه يتصل بنا ولا يقولنا حاجة مش تنسان مطلوب المطلوب الناس ده بتتقفش عشان الناس تتحمس انها لما تشوف موقف فسات تصوروا وتجيبوا لي او لي غيري من زمايلي كتير التلفزيون مليان مزعين في منتغى الجمال وفي منتغى الشجاعة وفي منتغى الجرقة اجرأ مني واشجع مني بكتير قوي دا لوزيوع دا بمنتغى البساطة حد يعني نساعد نفسنا نساعد البلد ونساعد نفسنا ياريت نعمل كده مبادرت